اذا هي حلقة جديدة او طبعة جديدة بها العديد من الملفات الساخنة في الصحافة العالمية نغوص في اعماق سطورها لنكشف الخفية وراءها وذلك بصحبة ضيفي في الستوديو الكاتب الصحفي الهراقي عباس عبود رئيس تحرير صحيفة الصباح الهراقية اهلا بيت في جولتنا اليوم نتابع صحيفة العرب قلق في طهران من تناغم في الاجندات بين واشنطن وتل ابيب وموسكو فننشأل تايمز الولايات المتحدة تتجه الى بولندا لبناء تحالف ضد ايران تايمز رئيس المجلس الاوروبي ينتقد بشدة مؤيدي خروج بريطانيا دون اتفاق رصدت صحيفة العرب ما اسمته بالقلق في طهران من تناغم في الاجندات بين واشنطن وتل ابيب وموسكو حيال الملف السوري وقالت الصحيفة ان ايران تكثف من تحركاتها السياسية والميدانية من اجل تعزيز حضورها في سوريا تحسب لصفقات قد تتوصل اليها القوى الدولية لانتاج تسوية تكون ايران خارجها واشارت الصحيفة الى ان طهران تعمل على اضافة تعزيز وجودها العسكري والامني على رفع مستوى الحضور المذهبي من خلال تسريع وطيرة ورش التشيع او اقامة الحواضن الشيعية داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري موسيقى موسيقى جد التحية استاذ عباس ارحب ايضا بانضمام ضيفنا من لندن عن الكاتب الصحفي احمد الصفهاني اهلا بي لكن اسمح لي ابدأ معك استاذ عباس لماذا برأيك تقلق ايران من توافق في الاجندات والمسألة غريبة ما بين واشنطن موسكو تل ابيب واشنطن وموسكو دائما معروفة عنها انها ليسوا على وفاق دائم في الاجندات او الرؤى في احداث المنطقة شكرا سينار اكيد ايران علاقة الايرانية السورية هي علاقة تاريخية لكن الوجود الايراني في منطقة الخليج في منطقة الشام يعني سوريا ولبنان قبل داعش كان يرتكز على مقاومة الكيان السهيوني الاسرائيلي وكان يعني الحلقة المتقدمة هي حزب الله بدعم ايراني بعد داعش اختلف الموضوع واتفقت الاجندة الروسية الايرانية السورية بضرورة بقاء بشار الاسد في الحكم ومواجهة الجهود والمخططات لاطاحة نظام بشار وصارت تعقيدات المشهد السوري اليوم الموضوع اختلف تماما الملف السوري بدأت امور تتضح هناك اتفاق او شبه اتفاق على بقاء النظام السوري بقاء رئيس بشار الحد اجراء ترتيبات اخرى تختلف عن ما قبل سنة او قبل ستة شهر اذن فهناك مصالح روسية تختلف عن المصالح الايرانية الدافع الروسي لبقاء بشار يختلف عن الدافع الايراني اما قضية الحواضن الشيعية التي ذكرتها صحيفة العرب اعتقد هناك مبالغات فيها لان اليوم الزمن اختلف والظرف اختلف استخدمتها ايران هذه السياسة قبل سنوات يعني سنوات بعد الثورة الايرانية بدأت تستخدم هذه لحماية الثورة ولمفهوم تصديد الثورة او ايجاد مناطق نفوذ ايرانية تحمي ايران من طبعا هذه الصراعات المعقدة في منطقة الخريج ومنطقة الشرق الاوسط فاستخدمت ايران هذه القوة لكن اليوم هذه ليست بالسلاح القوي بيد ايران مثل ما تذكر صحيفة الشرق الاوسط اليوم اختلفت التوازنات السياسية الاقليمية في المنطقة والسياسة الدولية ايضا هناك اليوم السورية بحتاجة الى من يعطيها المال من يمول من يساعد في اعالة بنائها في ترميمها ليس الحديث عن حواضن شيعية او مثهبية ومع الى ذلك يعني نعم طيب استاذ احمد اصفهاني ضيفي من لندن هل ترى رابط ما بين هذا التخوف نبرة التخوف من التحالف او وجود تحالف في الاجندات ما بين القوى الثلاث والانسحاب الامريكي من سوريا هل هناك رابط هل تعتقد يعني انه البعض يرى انه الولايات المتحدة بمثابة صمام امان في سوريا يعني هناك ترتيبات جديدة الآن بعد قرار ترامب بالانسحاب من سوريا نحن لا نعرف تماما متى سينفذ هذا القرار وهي يرتبط بالوضع في العراق ايضا لكن هذا القرار اعاد خربطت الاوضاع الصورة فيما يتعلق ببقاء القوى الاجنبية في سوريا واقصد بالقوى الاجنبية كل القوى غير السورية وغير موجودة بقرار من الحكومة السورية لا شك بان ايران تشعر بالقلق وهذا طبيعي جدا لان التسويات السياسية تعني ان هناك ترتيبات جديدة وهذه الترتيبات الجديدة لا بد ان تمس بالنفوذ الايراني والوجود الايراني في تلك المنطقة لكن الاهم من ذلك ان روسيا تشعر بان الولايات المتحدة الامريكية وهذا ما اعلنه بومبيو على فكرة قبل يومين او ثلاثة ايام عندما قال ان من شروط الاستقرار في المنطقة اخراج النفوذ الروسي من الشرق الاوسط اذا روسيا ستتعامل مع الوضع من منظورين منظور مصالحها الاستراتيجية ومنظور ايضا ان لا تفقد الحلفاء في المنطقة طيب دعنا نتحول الى فورين بوليسي والتي قالت ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يواجه تحديات كبرى في الافاء بوعده بمحاربة الفساد ومعالجة نقص خدمات الكهرباء والمياه وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص مع الحدي من نظام محسوبيات سياسية لطالما عرقل قدرة العراق على خدمة ابنائه وضيف الصحيفة ان اجندة عبد المهدي انها طموحة بقدر ما كانت ضرورية فقد سعى الرجل طمأنت شارع غاضب وخرج ابنائه في اكبر احتجاجات مناهضة للحكومة شهدها العراق منذ سنين استاذ عباس الحديث عن تقييم دائما هناك تقييم المائة يوم في السلطة تقييم حكومة اداء حكومة عادل عبد المهدي خصوصا انه فيما يتعلق بمسألة الفساد كان هناك مشروع لقامة ما يجبه لجنة لمكافحة الفساد مجلس اعلى او مجلس الاعلى لمكافحة الفساد نعم حقيقة قبل كل شيء لازم نعرف طبيعة تعقيد النظام السياسي في العراق النظام السياسي في العراق اسس انه عدم ظهور رجل قوي تفرسه العملية السياسية هناك برلمان يقيد رئيس الحكومة هناك رئيس حكومة تكاد تكون ببعض الحكومات صارت يتضارب سياسته مع سياسة البرلمان ما لم يتغير الدستور العراقي ويعطي صلاحيات اوسع وتكون الصورة واضحة ما نقدر نحل هذه المشاكل هذه مجرد هناك مشاكل كثيرة لا يمكن حلها ما لم يتغير الدستور في العراق وما لم يتغير طبيعة وشكل النظام السياسي العراقي اما الدكتور عدل عبد المهدي مئة يوم مرت لحد هذه اللحظة اربع وزارات ما تم اختيار وزير لا دفاع ولا داخلية ولا عدل ولا تربية لحد الآن الموازنة من يومين اقروها الموازنة التحادية هناك صعوبات يعني تواجه عدل عبد المهدي وتحديات كبيرة قضية الفساد في العراق اكثر من جهة لمحاربة الفساد هيئة النزاهة ديوان الرقابة المالية لجنة النزاهة البرلمانية لجان اخرى لمحاربة الفساد كلها اقفقت في الحد من الفساد واليوم يتشكل مجلس اعلى لمحاربة الفساد والسبب الاساسي وذكرنا احنا حتى في هذا البرنامج عدم وجود هناك ثغرات قانونية كثيرة وتشريعية ففي ازاء الفساد يعني عدم وجود قانون واضح وصريح يحد من الفساد ويحارب الفساد كيف يستطيع عادل عبد المهدي أن يحارب الفساد ولا يوجد قوانين تعينه على تنفيذ ما يريد العراق بلد ديمقراطي فيه برلمان قوي يكاد يكون في بعض الاحيان أقوى من الحكومة ويستطيع أن يكبل الحكومة والبرلمان ليست جهة واحدة بل جهات مختلفة وأحزاب مختلفة وأراء مختلفة فأصعب واقد مهمة هي مهمة رئيس الوزراء في العراق لا يستطيع أن ينفذ كل ما يقول وليس الخلل فيه أو في وزاراته في بعض الاحيان بعض الاحيان الخلل يكون قانوني تغرات قانونية بعض الاحيان الخلل في شكل النظام السياسي عادل عبد المهدي دشن حكمه بالطريقة الميدانية أنه يخرج للميدان زار المصافي زار الحدود زار بعض المنشآت يحاول عادل عبد المهدي إنجاز شيء ملموس حتى يقنع الناس أن الحكومة ماضية في إصلاحها وفي عملها المئة يوم ليست كافية لتقييم عادل عبد المهدي أنا أعتقد وبحاجة إلى سنة كاملة حتى يظهر جديتها بالعمل الرجل جاد ويشخص الخلل يكمن في توفير خدمات وفي محاربة الفسد طيب أستاذ أحمد أصفهاني هل تتفق مع ما طرحته الصحيفة هي صحيفة غربية لكنها تثير بشكل إيجابي أداء حكومة أو تقيم بشكل إيجابي أداء حكومة عادل عبد المهدي هل ترى أنه بالفعل نجح في تهديئة الشارع الغاضب؟ ليس بالضرورة يعني هناك مشكلة كبيرة في العراق الآن تتعلق بنظام المحاصصة يعني ضيفك الكريمة سيد عباس تحدث عن مجموعة من القوى الموجودة فيها البرلمان هو النظام المحاصصة ونظام المحاصصة بشكل أو بآخر يؤدي إلى الفساد يعني من النمازج البارز عليه لبنان بلد العزيز لبنان حيث المحاصصة الطائفية تحمي الفساد وتغطي الفساد في العراق نفس الشيء لذلك لا يمكن الحكم على الحكومة العراقية طالما أنها تواجه التحديين الكبيرين وهما تحديين لا أعتقد أن لا تستطيع الحكومة أن تتعامل معهما بسهولة الآن التحدي الأول هو التحدي الداخلي الانفصام في الداخل الخلافات في الداخل الفساد في الداخل الوضع الاقتصادي السيء تراجع أسعار النفط وما شابه ذلك هذا أولا لكن الأخطر من ذلك والذي سيترك تداعيات كثيرة على العراق هو التحديات الخارجية عندما يتحدث ترامب على أن الوجود لقوات الأمريكية فيها العراق هو المراقبة إيران إذن هو يزج العراق في الصراع الإقليمي وهذا سيؤثر كثيرا على قدرة الحكومة على الالتزام بوعودها نعم دعنا نتحول أو ما زلنا مع الشأن الأمريكي والعلاقة مع إيران صحيفة تفانينشل تايمز نشرت مقالا بعنوان الولايات المتحدة تتجه إلى بولندا لإنشاء تحالف ضد إيران قالت تكاتبة المقال أن فكرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل هذه ليست الأولى من نوعها مشيرة إلى المؤتمر المرتقب عقده في وارسو بشأن الشرق الأوسط أوضحت أن فكرة عقد هذا المؤتمر طرحها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته للشرق الأوسط في خطوة تستهدف نشر السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط أستاذ عباس يعني إذن الصحف العربية والغربية أيضا تتعاطى مع هذا المؤتمر مؤتمر بولندا أو مؤتمر وارسو كما أستلح على تسميته هل بالفعل الولايات المتحدة تحاول تغيير جلدها وتغيير حلفائها؟ الولايات المتحدة دائما تشعل الحروب تحت عفظة السلام دائما هي كل تسعى لمصالحها أكثر منطقة عرضت للتدخل الأمريكي هي الشرق الأوسط مناطقنا ونلاحظ الكامل الكبير من الصراعات والعنف التي أفرزتها وأنتجتها هذه التدخلات المؤتمر المزمع عقده مؤتمر إلى أثر إعلامي وأهمية أكثر ما أهمية على الأرض القضية لا تحل بمؤتمر قضية الصراعات في الشرق الأوسط بل تحل بحوار جذري حوار عربي إيراني أنا أعتقد حوار عربي إيراني جذري لا يستطيع العرب إزالة إيران من الوجود ولا يستطيع الإيرانيون إزالة العرب من الوجود يكون حوار عربي إيراني على الأسس ويعمل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما في مناطق أخرى من العالم المناطق المتكاملة اقتصادية المزهرة جنوب شرق آسيا مناطق أوروبا مناطق أمريكا اللاتين كل العالم اليوم استقر بعد أن غادر منطقة السراعات والحروب والتوترات والضغاء الشرق الأوسط فقط هو الذي تتركز في هذه السراعات يوم سراع عربي إسرائيلي يوم سراع عربي إيراني يوم سراع خليجي بيني يوم سراع عربي بيني وهذه السراعات تكاد تكون واشنطن غير جادة في حالها دائما نلجأ إلى تدخل القوى الكبرى مرات نلجأ إلى موسكو ومرات إلى واشنطن ومرات إلى أوروبا وكل هذه القوى الكبرى تكاد تكون غير جادة في حال هذه نزاعات بل تزيدها توترا وإشعالا يجب أن قوى المنطقة أن تفكر أن تراجع نفسها وحساباتها أن تفكر أن هذا الطريق طريق وعر وغير مأمون النهاية والعواقب لا يحلها مؤتمر ولا يحلها قوى غربية أهل المنطقة نفسهم هم من قادرين على حل معضلاتهم أستاذ أحمد هل تتوقع بالفعل نجاح هذا المؤتمر كما تراه الصحف أم أنها مبالغة صحفية ليس بالضرورة المؤتمر واجه مشاكل منذ بداية طرحه كفكرة لمواجهة إيران دول أوروبا التي تصديف بولندا هي الدولة الوحيدة التي قبلت أن تصديف هذا المؤتمر لأن لها علاقة تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة روسيا الاتحاد الأوروبي اعترض على أن يكون الهدف إيران تحديدا لذلك وسع الإطار وقيلة عن الشرق الأوسط لكنه تاريخيا هو مواجهة ضد إيران لكن يجب الإشارة إلى أن هذه الأحلاف التي نشأت في المنطقة كل الأحلاف السابقة التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنشئها في المنطقة أدت إلى الفشل الصحافة الأوروبية هنا وتحديدا بريطانية تشعر بأن هذا الحلف الجديد قد يؤدي إلى تصعيد التوتر لكنه لن يؤدي إلى تغيير جزري كما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية نعم، اسمح لنا أن نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال هذا الاستعراض الصحفي والمزيد من القضايا ننتقل إلى صحيفة التايمز والتي نشرت مقالا بشأن تعليقات رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك عن مناصر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال كاتب المقال أن تصريحات رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك التي قال فيها أن الذين ناصروا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من السياسيين البريطانيين دون أن تكون لهم أي خطة يستحقون مكانا خاصا في جهنم جاءت هذه التصريحات عفوية ومن قلبه وتعبيرا عن درجة الإحباط التي يشعر بها جراء خوفه من خروج بريطانيا دون اتفاق أستاذ أحمد، كيف تعاطى الصحف البريطانية مع أزمة البريكزيت المستعرة حتى الآن؟ التصريحات تسكى أقامت القيامة ولم تقعدها حتى الآن هناك اعتراض شديد ورفض شديد لهذه التصريحات لأنها مسيئة من وجهة نظر البريطانية لكن هم يشعرون بأنها تعبر عن الاحتقان الحاصل الآن بما مصلت إليه مفاوضات البريكزيت هناك أزمة كبيرة جدا تحاول ترزمي أن تعالجها بزيابها إلى بروكسل تحاول أن ترضي جميع الأطراف، تحاول أن ترضي حزبا من قسمة على نفسه حزب المحافظين وحكومة من قسمة على نفسه حكومة المحافظين وحزب العمال المعارض هناك انقسام حاد جدا وأي حل تطرحه ترزمي أو تحاول أن تأتي به من الاتحاد الأوروبي لن يرضي كل الأطراف، فبالتالي هي الآن مجبرة الوصول إلى صيغة معينة في محاولة لإقناع بعض الأطراف آخر التحليلات والتوقعات تقول أن يمكن أن تضمن هذه الاتفاقية، اتفاقية الخروج بند ينص على الاتحاد الجمهوري كي تستطيع أن تحصل على نواب حزب العمال، أصوات حزب العمال على حساب أصوات حزب المحافظين مهما أقدم الترزمي لا شك بأنه سيكون هناك انقسامات حادة فيما يتعلق بالنتجة التي تتوصل إليها نعم، طيب أستاذ عباس، إذن هنا الاتحاد الأوروبي قالها منذ اللحظة الأولى أنه لا تفاوض جديد أو لا نظرة جديدة أو رؤية جديدة لهذا الاتفاق والآن ما يتعود إلى بروكسل من جديد من أجل إعادة التفاوض إذن هي أزمة بكل المقيس أو مأزق بكل المقيس بالتأكيد، لازم نفصل بين قضيتين قضية المبدأ، مبدأ خروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقضية الأخرى، كيف تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني قضية مبدأ البريكزيت، يعني بريطانيا لها مبررات ومن صوتها على الخروج له مبررات مقنعة داخل الشأن البريطانيا حتى تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حماية حدودها، قضايا تعلق بالتجارة، بالعمالة، بأمور كثيرة قضايا سياسية قضايا نفسية قضايا اجتماعية تمت مناقشة ومعالجتها القضية الأخرى كيف تخرج هي من طرف واحد من الاتحاد الأوروبي أغفقت بريطانيا لحد هذه اللحظة وأغفقت في الوصول إلى آلية لخروج بريطانيا وأيضا الخروج دون اتفاق كارثة كبيرة تحل بريطانيا أكثر ما تحل بالاتحاد الأوروبي الآن قلق بريطاني كبير سيحصل خلال الأسابيع المقبلة ولازم نتوقع أي أمة تأتي ماء بصيغة تحصل على توافق وهذا أمر مستبعد أنه يحصل الاتفاق على صيغة خروج خلال هذه الأسابيع المقبلة لحد التاريخ المحدد بنهاية مارس أو يتم قرار بعادة الاستفتاء مجددا على خروج بريطانيا نعم هذا بالتأكيد ما نتساءل بشأنه مع أستاذ أحمد هل يمكن في ظل هذا الزخم وأيضا هذه التصريحات النارية من تاسك بأن من مؤيد الخروج يستحقون مكانا خاصا جدا في جهنم بالتأكيد التصريحات أثارت الكثير من الاستياء وكما ذكرت فتحت الأبواب الصراع على مصراعيها لكن هل يمكن أن يؤدي كل هذا الزخم إلى إعادة الاستفتاء مرة أخرى؟ أبدا الآن موضوع إعادة الاستفتاء غير مطروح وإلى جانبه أيضا الدعوة لانتخابات مبكرة هذا الأمر حسما الآن التركيز هو على الوصول إلى صيغة توفقية فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي هناك صفقة توصلت إلى نواب من حزبها ووزراء بحكومتها يرفضون البند المتعلق بالحدود البرية بين جمهورية أرلندا وأرلندا الشمالية هي تريد أن تعدل أو تغير أو تطور أو تودح سمي ما شئتي هذه النقطة بالذات إذا استطاعت ذلك كان به وإلا فأن هناك عمليا احتمال كبير بأن تخرج دون اتفاق علما بأن النواب صوتوا خلال الأسبوع الماضي بأنهم لن يقبلوا خروجا دون اتفاق إذا تريد زمي مضطرة أن تحضر شيئا جديدا لكن هذا الشيء الجديد يجب أن يكون قادرا على الحصول على موافقات مجموعة من الأطراف المختلفة في البرلمان أستاذ أحمد الحديث العاجل الآن وربما ليس عاجلا بقدر ما هو تأكيد على هذا التصريح أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض مع بريطانيا بشأن الخروج حتى لو تم سحب الثقة من ميق ربما يطوي هذا صفحة البريكز تماما فقط للإشارة الاتحاد الأوروبي قال أنه لن يفتح المفاوضات حول الاتفاق لكنه قادر أن يعطي توضيحات تريزة ميق قالت أمس في خطابها أو في كلماتها وتصريحات صحفية أنها لا تريد تغيير هذا البند بند الخروج من الاتحاد بند الحدود البرية لكنها تريد ما يمكن أن نسميه إضاحات خانونية ملزمة هي تحاول أن تربع الزوايا لكن حتى الآن فشلت لأن الاتحاد الأوروبي مصر على عدن تقديم تنازل فيما يتعلق بالاتفاق لكنه مستعدا يقدم إضاحات يمكن أن تساعد تلزمي إلى آخر محطتنا وهي صحيفة واشنطن بوست الأمريكية والتي ذكرت أن رئيس دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستخفض تعداد قواتها في أفغانستان البالق قوامها 14 ألف جندي شريطة إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى توصل إلى تسوية سلمية للحرب الناشبة هناك منذ 17 عاما فيما يبدو أنه تخفيف واضح لأوامرها التي أصدرها البنتاجون في أواخر ديسمبر الماضي بتقليص عدد القوات إلى النصف أستاذ عباس هل يستطيع ترامب سحب قواته بهذا الشكل أو حتى تقليص العدد والخروج من المستنقع الأفغاني ترامب قرارات ثورية مثل ما كل يعرف شخصية ترامب وتعاطيه مع السياسة الخارجية ومنفل الاستراتيجي نجد أنه قرارات ثورية تحتمى فيما يتعلق بأفغانستان اضطرت الولايات المتحدة لفتح قناة حوار مع تنظيم طالبان الذي حاربته قاتلته في فترة كبيرة ودخلت بأفغانستان كرد على أحداث 11 أيلوي أمريكا مثل ما وصفتها اليوم المستنقع الأفغاني لا تستطيع الخروج بنصر حاسم في أفغانستان إذا سحبت قواتها وشالت إيتها ورفعت إيتها من أفغانستان الوضع لا يمكن أن يستقر بأفغانستان هناك أكثر من قوة سياسية وأكثر من قوة مسلحة وتنظيم القاعدة شغالة هناك طالبان شغالة هناك جماعات مسلحة مختلفة بقايا الصراع الأفغاني ما زال ثم البيئة الأفغانية هي بيئة مقاتلة بيئة مسلحة بيئة تعيش العنف منذ عقود كثيرة منذ الانسحاب السوفيتي من هذا البلد لغاية اليوم والولايات المتحدة عجزت من إدارة إلى إدارة عجزت تماما على إحلال استقرار واضح في هذا البلد مثل ما هي أعلنته مثل ما شعارها وكذا فترامب أمام خيارات صعبة وأعتقد من المستبعد أن يتم سحب قواته بهذا الشكل ما لم يحسم قضية الحوار مع طالبان اللي هي يعتبرها القوة الأكثر تأثيرا في المشهد الأفغاني حاليا نعم أستاذ عباس عبود رئيس تحرير صحيفة الصباح العراقية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا وأشكر أيضا ضيفي من لندن الكتب الصحفي أحمد أصفهاني شكرا جزيلا لك وشكرا مصول لحضراتكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة انتظرونا يوميا في نفس الموعد إلى اللقاء اشتركوا في القناة